حبايبي طلبت وطالبات الصف الرابع الابتدائي اهلا بكم معينا في فيديو جديد يا رب نكون كلنا بخير النهاردة هنبدأ مع بعض نحل آآ نمازج اللي نزلتها الوزارة هنحل مع بعض وصل يلا نشوف السؤال الاول بيقولين ايه آآ وصل اولا آآ اول حاجة عندي كتلة الجسم بنقول انها بتؤثر على كل من طاقتين الحركة والوضع بتاعة الجسم كل ما بتزيد الكتلة بتزيد طاقة الحركة وبتزيد طاقة الوضع بتاعة الجسم رقم اتنين ارتفاع الجسم عن سطح الارض عندما تزيد بتزداد طاقة الوضع المختزنة يعني آآ كل ما برتفع عن سطح الارض بتزيد طاقة الوضع اعلى طاقة وضع بتكون عند اعلى ارتفاع الجسم سرعة الجسم المتحرك آآ تؤثر على طاقة حركة الجسم المتحرك ولا تؤثر على طاقة وضعه السرعة بتأثر على آآ الحركة بتاعه على الطاقة الحركية بتاعت الجسم لكن ما بتأثرش خالص على طاقة وضعه رقم اربعة طاقة الوضع بتساوي صفر آآ دوت هتبقى جين اللي هي عندما يوجد الجسم على سطح الارض آآ لما بيكون الجسم على سطح الارض بتكون طاقة وضعه بتساوي السؤال اللي بعده برضو جايب لي عمود ألف وعمود بي هنشوف الشمس بنقول بتحول طاقتها الضوئية بتتحول لطاقة كميائية في النبات رقم اتنين البنزين البنزين سائل يستخدم كوجود للسيارة رقم تلاتة المروحة تعمل بالكهرباء المروحة بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية السؤال اللي بعده بيقول الماء هو مصدر سائل متجدد للطاقة رقم اتنين الفحم بيحتاج لحرارة شديدة وضغط ليتكون من بقايا النباتات الميتة رقم تلاتة الشمس المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الارض برضو وصل يعطيني العمود ألف وعمود بي هنشوف الألواح الشمسية بتستخدم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمتية رقم اتنين المراية المنحنية بتستخدم في طهي الطعام عن طريق تحويل الطاقة الشمتية لطاقة حرارية وأفكركم أن احنا قلنا المراية المنحنية دي المراية المقعرة اللي بتجمع أشعة الشمس وحرارة الشمس في نقطة بتعمل على توليد طاقة حرارية رقم تلاتة التواحين الهوائية بتحول أو بتستخدم قديما لطحن الحجوب خلي بالكوا التواحين الهوائية غير التوربينات الهوائية التوربينات الهوائية هي اللي باستخدمها في تحويل الطاقة الحركية لطاقة كهربية اما الطواحين الهوائية كانوا باستخدموها زمان في طحن الحبوب وهي دي الفكرة اللي خدناها ليه التوربينات الهوائية السؤال اللي بعده بيقول لي التوربينات قلنا التوربينات دي بتحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية افكركم برضو ان انا عندي نوعين من التوربينات توربينات هوائية بتستخدم في طاقة الرياح لكن عندي توربينات مائية بتستخدم طاقة الحركة بتاعة الماء رقم اتنين السوبة الزجاجية بتساعد على زراعة المحاصيل التي لا تنمو إلا في المناخ الدافئ رقم تلاتة التواحين الهوائية قلنا بتستخدم قديما لطحن الحبوب وقلنا نحخذنا فكرتها عشان كده عملنا التوربينات الهوائية السؤال اللي بعده بيكلمنا عن قانون بقاء الطاقة قانون بقاء الطاقة لا تفنى الطاقة ولكنها بتتحول من صورة إلى أخرى رقم اتنين الوسائد الهوائية هي من وسائل الأمان داخل السيارات وقلنا أنها بتنتفق عند استضام السيارة عن طريق استشعارات السيارة أو السنسور الموجود في السيارة رقم تلاتة الفحم هو مصدر طاقة غير متجدد السؤال اللي بعده بيقول الشمس المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض رقم اتنين الفحم من مصادر الطاقة غير المتجددة الضغط والحرارة من العوامل التي تؤثر في تكوين الوقود الحفري أفكركم مع بعض بالوقود الحفري هو الوقود اللي بينتج من باطن الأرض عن طريق بقايا كائنات حية نباتية وحيوانية ضفنت تحت الأرض من ملايين السنين وتكونت بفعل الضغط والحرارة الشديدة تحت الأرض للوقود الحفري اللي هو النفط والفحم والبترول والغاز الطبيعي السؤال اللي بعده الطاقة المتجددة هي الطاقة التي لا تنفذ مع استهلاكنا لها رقم اتنين المراية المنحنية قلنا بتوجه أشعة الشمس لتسخين وطهي الطعام رقم تلاتة توربينات الرياح بتحول طاقة الرياح لطاقة كهربية السؤال اللي بعده بيقول الغاز الطبيعي هو مصدر للطاقة غير المتجددة رقم اتنين توربينات الرياح بتقوم بتحويل طاقة الرياح الحركية لطاقة كهربية رقم تلاتة قانون بقاء الطاقة التاقة لا تفن ولا تتقول لكنها بتتحول من صورة إلى أخر السؤال اللي بعده بيقول استخنات الشمسية قلنا بتسخن المياه باستخدام الطاقة الشمسية استخنات الشمسية بتحول الطاقة الشمسية لطاقة حرائية رقم اتنين التوربينات قلنا بتحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية رقم 3 السوبة الزجاجية بتساعد زراعة المحاصيل التي لا تنمو في الأماكن الدافئة السؤال اللي بعده بيقول الوقود الحفري مصدر للطاقة غير المتجددة رقم 2 الألواح الشمسية بتحول الطاقة الشمسية إلى قهرباء رقم 3 ادفاء الأجهزة والمصابيح عند التواجد خارج المنزل دوت من طرق الحفاظ على الوقود الحفري السؤال اللي بعده بيقول الطاقة قلنا لا تفن الطاقة ولكنها بتتحول من صورة إلى أخرى السخنات الشمسية بتستخدم في تسخين المياه باستخدام طاقة الشمس رقم 3 مدخلات الألواح الشمسية هي الطاقة الشمسية هنا عارفين المدخلات هي الطاقة المستهلكة اللي بتخش على الجهاز لكن المخرجات هي الطاقة الناتجة يعني اللي بينتجها الجهاز وبكده نكون حلينا مع بعض أسئلة وصل بتاعة نمازج الوزارة أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو تاني نحل نكمل في حل باقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة